هل يهاجر من يخاف على دينه أو نفسه من القتل ومن يخاف من حرب أو من لا يريد أن يكون جزءا منها كما حصل معنا إذا صح التشبيه نعم إذا خشي الإنسان على نفسه قتلا أو قهرا أو تعذيبا أو فتنة في دينه هاجر من بلده بل أقول الهجرة واجبة في حقه أخي عبد الرحمن هناك الهجرة الدائمة التي ينبغي أن لا تنقطع وهناك الهجرة القائمة بسبب الهجرة الدائمة التي ينبغي أن لا تنقطع هي الهجرة إلى الله وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الهجرة إلى الله وإلى رسول الله بالطاعة الكاملة وعدم المعصية نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله هذه يعني إعادة الذكر في الحديث تعظيما لهذه الهجرة أن نهاجر إلى الله في كل وقت نهاجر إلى الله من ترك المعاصي وترك الفجور ونهاجر إلى الله سبحانه وتعالى بقطع السبل التي تقربنا إلى الله سبحانه وتعالى هذه الهجرة دائما ينبغي أن لا نتوقف عنها وهذه نوع من أنواع الجهاد التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد وني أما الهجرة الثانية هذه هي التي تسأل عنها وهي الهجرة بسبب إذا ضيق عليك في الأرض إذا خشيت الفتنة في دينك إذا خشيت الفتنة على أولادك إذا خشيت قتلا إذا خشيت ظلما أو وقع بك ظلم فلك أن تهاجر وهذا من خطاب الكرآن الذين ترفاهم الملائكة الظالمين أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله أسعة فتهاجروا فيها لماذا لم تخرجوا لماذا لم تهاجروا وإياك أن تظن أن الذي يتحول من دار إلى دار أخرى يعني يلقى من المتاعب ومن المشاق القرآن قال خلاف ذلك قالوا من يهاجر في سبيل الله بس شف الربط القرآن ومن يهاجر في سبيل الله يعني في سبيل الله ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى إذا كنت تقوم على عمل حلال فهو في مرضات الله إذا كنت تريد أن تنجو بنفسك من الموت ومن الهلاك فهو في سبيل الله إذا كنت تخرج خوفا على دينك فهذا في سبيل الله ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة تحولات إلى الأفضل يجد هناك التحولات إلى الأحسن ولكن أولئك الذين مكسوا في دارهم وفتنوا في دينهم أو يعني أصابهم الأذى والظلم والجور هؤلاء استحقوا هذه الأمر من الملائكة أن تعاتبهم الملائكة ألم تكن أرض الله وسعتا فتهاجروا فيها في نفس السؤال هل يتعارض هذا مع الدفاع قد يقول قائل الأفضل أن تبقى وتدافع أفضل من أن تخرج الأفضل أن تبقى وتظلم وتصبر على الظلم ما هو رأيك الهجرة في حد ذاتها ليست أمرا سهلا وأن الذي يريد أن يخرج أو يريد أن يهاجر هذا لا يخرج إلا إذا تقطع به السبل هذا النبي صلى الله عليه وسلم تقطع به السبل الدعوة في مك يعني أراد أن يخرج إلى الطائف فلم يستطع يعني لم يستطع هناك إجابة لدعواته بدأ يعرض نفسه على القوائل يقول أي رجل منكم يحملني أبلغ دين ربي فإن كريشا منعتني أن أبلغ خلام ربي يعني هذا الذي حصل بالضبط مع النبي صلى الله عليه وسلم كمثال ويحدث لبعض إخواننا في كثير من البندان كلمة الحق كلمة الحق لا يستطيع أن يقولها لا يستطيع أن يكون بآدائها لا يستطيع أن يقي نفسه الفتن لا يستطيع أن يبعد عن الفتن في ديني أو في حياتي يريد أن يهاجر إلى حياة أفضل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن كان تجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها يعني إيه يعني هل الدنيا التي يصيبها أو المرأة التي ينكحها هذه دلالة على أن صاحب هذه الهجرة منبوث شرعا أو محرم شرعا لا أنا وأنت حين نخرج نريد كذبا حلالة نريد علما نافعا نريد تبليغ دعوة نريد ونريد هذه قد يكون فيها سبب من الدنيا الدنيا التي نصيبها المال والبنون زينة الحياة الدنيا كيف يقول القرآن المال والبنون زينة الحياة الدنيا ويقول الله سبحانه وتعالى ولا تنسى نصيبك من الدنيا ثم نأتي ونحرم على الناس نقول أطل دنيا يصيبها هذا فهم خاطئ لهذا الحديث في نهاية الهجرة سوف تتزوج وتنجب أصباب نعم 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 أنت كم من شباب يخرجون لكي يجهزوا أنفسهم للزواج وأن يعف نفسه بالحلالة لكن المبدأ الأساسي هو خرج خوفا على دينه على نفسه نعم نعم على نفسه من العلالة ويشارك أيضا في العمية كما يقال في الحديث النهار النبي صلى الله عليه وسلم عن القتال في العمية قال وما هي قال تحت من لا رأي له نعم نعم وذلك كان هذا الخطاب من الملائكة والله وصفهم ظالمي أنفسهم أنت ظلمت نفسك إذ يعني لم تخرج موسيقى